موسيقى السلام عليكم في حلقة اليوم سوف نذهب على الأخطاء التي يرتكبونها الناس في مواقف كبيرة في شهر رمضان السلام عليكم في مواقف كبيرة في شهر رمضان كبيرة في مواقف كبيرة الخطأ الأول هو أن الناس عندهم الضغط الدموي سواء طالع سواء هابط سوف نعود الملح بملح هيمالايا سوف نقول لكم ملح هيمالايا والملح نفس الشيء سوف نحيضه سوف نعود ملح هيمالايا بالملح الخطأ الثاني هو اللي يقول لكم الناس الذين قصدوا في الوزن أو سواء لديهم السكر ويقول لكم لنأخذ سكر سواء السكر البني أو سوف نعود العسل ملاسة السكر البني والعسل والعسل والسكر بحل بحل ومنافع الذي يقول لكم المنائي في السكر البني ومنافع في ذلك بكمية قليلة و لا يستعمل الجسم يستعملون الملفعه يريدونه الناس الذين يأكلون و يقولون أنا أريد أن نضعف في فرمطان ، سوف نأخذ وجبة واحدة كبيرة لكي نضعف كثيرا العكس هو الذي يوقع ، إذا أكله وجبة كبيرة في دقة الجسم يستخدم الهورمون الذي ينقسم الميتابوليزمه و ينقسم السعرات الحرارية التي يحرقها و هذا الوجبة كبيرة يكون الجسم لا يستعد بها لذلك تسبب له التهاب في الجهات الهضمية لذلك الوجبة كبيرة يكون فيها منتوجات التي لا تكون خاصة تكون في ذلك الوجبة على معيدة فارغة يمكن أن يكون فيها الكثير من المعجنات يمكن أن يكون فيها الكثير من المشروبات لذلك هذا كله يسبب زيادة في الوزن و ليس نقص فينا الوزن الخطأ الأخر لكين هو وهذا كنا نرى بغيمهم بكمية كبيرة الناس يعوضوا الماء بعصر الفواكه أعطيكم تفهموا أن عصر الفواكه لا يعوض الماء ولا يعوض حتى الفواكه بحيث الفواكه ماء تتكلبط طرية تكون فيها الفيتامينات يكون فيها الألياف يكون فيها كل فيتامينات فيها كمية تعصرها بعصر الفواكه كي الفيتامينات بعدها تمشي الالياف تمشي بالطحين وكتتولي مرقز سكرية الفواكه لذا لم نهضروا إذا كان هذا العصر الفواكه فيه الليمون اللي كسبب القرحة ولا فيه الموز اللي يخصو عمر ميزكال على معدة فريغة كيف متحدثتنا في الحلقة الماضية العصر الفواكه لا يعوض الماء وعصر الفواكه من الأحسن قاعد ما يكونش في طبلاد الفطور تكون الفواكه كاملة سواء انصرات بفخوي قاعدة تشهل واحد عيام من الفواكه الطريه يقدر يدرقع كمبوت بفخوي مالي وجود فخوي ما خصوش يكون وآخيرا الماء الجسم يحتاج الماء وخاص ضروري وخاف شهر رمضان يكون عندنا ذاك يترونس أجوج يترود الماء على حسب واش ينستهدوا ولا ما ينستهدوا ذلك أضعف الإيمان خاص يكون يترونس الماء ما يترونس الماء ما خاصوه مش تشربه فضقة جسم يترونس الماء واجسم يترونس الماء وكذلك يترونس الماء يشربه دائما بالكاس يشربه بالكاس لأولا بالفطور وضعت قليلا ويشربه كويز الماء يترونس الماء يقسمه الواجد من الفطور للصحور تدريجيا باش الجسم يستفد منه وليس يترونس المنافع جاليما كلها يستفد من الإنسان شكرا على تباو عيكم هالشي كامل اللي قلناه الهدف جارو تكون عندكم تغدية سليمة في شهر رمضان